متطابقات ضعف الزاوية ونصفه طبعاً هنا لو تراجح هذه قوانين هذا الدرس والدرس هو فقط يعتمد على القوانين ستجد أن القوانين هي مشتقة من الدرس السابق مثلاً لو أخذنا قانون كوسين 2 ثتا كوسين 2 ثتا هي عبارة عن كوسين ثتا زائد ثتا لأنها زاويتين وكوسين مجموعة زاويتين هو كوسين الزاوية الأولى ضغب كوسين الزاوية الثانية ناقص لأن الكوسين هي ثتا زائد ثتا فنكتب هنا ناقص سين الزاوية الأولى أي ثتا أيضاً في سين الزاوية الثانية وهي أيضاً ثتا تلاحظ الناتج هنا كوسين أس اثنان لأن كوسين في كوسين لنفس الزاوية ناقص سين أيضاً أس اثنان الثتا فهذا هو القانون الأول وأستطيع تعديل هذا القانون لأحصل على القانون الثاني أو الثالث من الكوسين الكوسين لها عدة قوانين طبعا سين أس اثنان ناقص أو سين أس اثنان هي واحد ناقص كوسين أس اثنان في ثغوث فمثلا استبدل السين هذه كوسين كما هي ناقص هنا أضف لها واحد ناقص كوسين أس اثنان فيصبح لديك اثنان كوسين الثيتا بالموجب لأنها أصبحت هنا موجب اثنان كوسين أس اثنان للثيتا ناقص واحد وطبعا استطيع تعديله لأحصل على القاعدة الثالثة المهم هنا يجب أن تقوم بحفظ هذه القواعد وطبعا تحل بالآلة الحاسبة لاحظوا هنا أعطاني كوسين الثيتا يساوي السالب واحد على ثلاث اضغط شفت كوسين لأقوم بإيجاد قيمة الزاوية هذه الزاوية هي مئة و بوينت أربعة سبعة واحد وهكذا هو يريد مني إيجاد ساين اثنين ضرب الزاوية أي مئة بوينت أربعة سبعة ضرب اثنين لكن أنا سأكتب اثنان ضرب الأنسر لأن الإجابة مخزنة في تلك الأداء فهذه هي الإجابة سالب ست سالب سفر بوينت ست اثنان ثمانية إذا أردنا استخدام الآلة الحاسبة لكن كيف أقوم بإيجاد الإجابة الصحيحة هذه القوانين يجب أن تحفظ لإيجاد ساين اثنين ثيتا القاعدة تذكر لي أنها اثنان ساين ضرب كوسين لكن ليست لديه الساين أصلا فأقوم باستخدام قانون في ثغرس لإيجاد في البداية ساين ثيتا ثيتا واحدة ليست اثنان ثيتا باستخدام في ثغرس أعوض الواحد على الثلاث تصبح واحد على تسعة فساين أس اثنان واحد ناقص واحد على تسعة هي الثمانية على تسعة استخدم الجذر من اليمين واليسار فساين الثيتا طبعا الجذر للكسر كامل ساين الثيتا يساوي جذر الكسر يساوي اثنان جذر الاثنان على تسعة وأعيد هذا الجذر للكسر كامل اثنان جذر الاثنان على الثلاث عفوا لكن هنا يجب أن تنتبه أعطاني أن الزاوية بين التسعين والمائة والثمانين أي في الربع الثاني والسين طبعا هي واي فلذلك هنا يكون موجب فسأخذ القيمة الموجبة بهذا السؤال القاعدة سين الثين ثيتا هي اثنان ضرب الكوسين ضرب السين للثيتا فقط اثنان ضرب سالب واحد على ثلاث ضرب اثنان جذر الاثنان على ثلاث ويساوي سالب أربعة جذر الاثنان على التسعة تأكد هل هذا هو نفس العدد الذي قمنا بإيجاده في البداية سالب أربعة جذر الاثنان على التسعة هو بالفعل نفس الإجابة تماما ستمائة وثمانية وعشرين جزء بالألف السؤال هنا أيضا أعطاني نفس الزاوية كوسين الثيتا يساوي سالب واحد على ثلاث يريد مني كوسين الثيتا لدينا عدد قوانين لكوسين الثيتا استخدم الذي تجد له أو الذي يكون لديك الموطيات استخدم أسهل واحد اثنان كوسين الثيتا ناقص واحد هناك واحد بالدلالة الثين لكن لا أحتاجها كوسين الثيتا لدي هي السالب واحد على ثلاث أس اثنان وضربها باثنان وطرح واحد تعويض في العلاقة المباشرة القاعدة تقول أن الكوسين الثيتا هي اثنان في كوسين الثيتا ناقص واحد طبعا كوسين الثيتا لا تساوي 2 كوسين الثيتا لأن كوسين الثيتا هنا يقصد مثلا كوسين الزاوية عشرة ضرب اثنين وهي طبعا لا تساوي أبدا اثنان ضرب ناتج كوسين الثيتا الآن طبعا هنا الإجابة سالب سبعة على تسعة وكالي نتأكد بالآلة الحاسبة لو اخترنا شفت كوسين لسالب واحدة على ثلاث نقوم بإيجاد قيمة الزاوية ثم كوسين الثان ضرب هذه الزاوية بالفعل أعطاني سالب سبعة على تسعة نريد هنا الثان طبعا من السؤال السابق لدينا الثان لأنني أحتاج إلى الثان وأحتاج إلى الكوسين والكوسين هو أعطنيها في السؤال كوسين الثيتا هي سالب واحد على ثلاث الثان هي قاعدة واحدة فقط الثان السين قاعدة واحدة لكن كوسين له ثلاثة قواعد وسأقوم بإيجاد قيمة tan tan theta theta 1 ليس 2 theta tan theta هي sin theta 1 على cos theta 1 أي 2 جذب الاثنان على 3 والكل على سالب 1 على 3 أستطيع أن أحذف الثلاث مع الثلاث مقامات يبقى سالب 2 جذب الاثنان الآن لإيجاد tan 2 theta أقوم بتعويض بالقاعدة التي ذكرت في هذا الدرس tan 2 theta من خلال القانون الموضح في بداية الدرسية 2 ضرب 2 theta على 1 ناقص 2 theta S2 أي 2 ضرب 2 جذب الاثنان والكل على 1 ناقص بين قوسين سالب 2 جذب الاثنان والكل هنا S2 قم بإجراء العملية الحسابية هنا بالآلة الحاسبة تأكد من استخدام الأقواس دائما 1 ناقص بين قوسين خصوصا الأقواس عند الأعداد السالبة يجب أن يكون الأس على الشرط السالب بشكل كامل فنجد هنا الإجابة هي 4 جذب الاثنان والكل على 7 ولدينا طبعا القواعد جديدة هي نصف الزاوية هذه القوانين كلها تعتمد على الكوسين فقط لاحظوا كلها 1 ناقص كوسين و 1 زائد كوسين الساين عملية طرح الكوسين عملية جمع ولكن بما أنني أعلم أن التان هي الساين على كوسين فلذلك عملية الطرح على عملية الجمع في التان يجب أن تقوم بإيجاد طريقة لحفظ هذه الأنماط من القوانين لكن كما ذكرنا هذه الدروس تعتمد فقط على القوانين حاول أن تقوم بتجميع جميع قوانينك في صفحة واحدة ليسهل عليك الحفظ والمقارنة بينهم هذا السؤال أعطاني سين الثيتا يساوي 2 على 3 لكنه يريد سين نصف هذه الزاوية سين الثيتا كما ذكرنا تساوي 2 على 3 لكن القاعدة سين الثيتا على 2 هي 1 ناقص كوسين الثيتا هي نفس الزاوية والكل على 2 وطبعا هذا تحت الجداب أي أنني أحتاج كوسين وليإيجاد الكوسين يجب أن أستخدم في ثغرس أي سين ثيتا قصة 2 زائد كوسين ثيتا قصة 2 يساوي 1 طبعا انتبهوا أنا بعض الأحيان لا أكتب الثيتا أو أنساها سين الثيتا هي أربعة أو قصة 2 أربعة على 9 طبعا زائد كوسين ثيتا قصة 2 يساوي 1 أطرح الأربعة على 9 فكوسين قصة 2 يساوي 5 على 9 استخدم الآن الجذر فكوسين الثيتا يساوي جذر الخمسة على 3 لكنها في الأربعة الثانية الكوسين هنا يكون سالب الآن قم بالتعويض في القاعدة فسين الثيتا يساوي 1 ناقص سالب جذر الخمسة على 3 على 2 وكل أسفل الجذر لاحظوا ناقص السالب تأكد من الإجابة فيساوي الإجابة هنا لهذه المتطابقة أو لهذه القيمة العددية نتأكد بس انتبه من الكتابة تقريبا 93 جزء بالمئة وأعيد هذه المسألة تحل بالآلة الحاسبة لكن تعلم كيف تستخدم الآلة الحاسبة هذه الأسئلة سأقوم بتخطيها هي إيجاد قيمة دقيقة إما قم بحسابها بالآلة الحاسبة وأكتب هذه الأعداد على شكل نصف زاوية وطبق القواعد صحة المتطابقة من أهم الأسئلة 4 كوسين أس 2 للإكس ناقص سين أس 2 إثنان إكس هذه الذي أريد أن أقوم بالعمل عليها سين أس 2 للزاوية إثنان إكس الأس 2 سأرفعه للأعلى سين ضعف الزاوية هي 2 سين الزاوية في كوسين الزاوية الكل أس 2 الآن بما أنا لديك أس 2 سأقوم بتوزيعه على الحدود جميعا ف4 كوسين أس 2 للإكس ناقص الاثنان أس 2 هي أربعة سين أس 2 في كوسين أس 2 الآن لديك حدين بينهم عملية طرح أستطيع إخراج عمل مشترك هو أربعة كوسين أس 2 من كل الحدين فإذا أخرجنا عمل مشترك أربعة كوسين أس 2 يبقى واحد ناقص سين أس 2 للثيتة طبعا هي ليست ثيتة هو كل هذه الزاوية إكس لكن لن أقوم بالتعديل الآن أعدلها كلها إكس واحد ناقص سين أس 2 هي كوسين أس 2 وكوسين أس 2 في كوسين أس 2 هي كوسين أس 4 أقوم بجمع الأسس فلذلك هذا هي المتطابق الصحيحة سأقوم بحل سؤال واحد فقط من هذه الأسئلة وأرض وقية الحل في نهاية الدرس كوسين ثيتة يساوي ثلاثة على خمسة سأقوم بحل السؤال الرابع لأقوم بإيجاد مثلا سين 2 ثيتة أو كوسين 2 ثيتة أحتاج أيضا إلى السين أستخدم في ثغوس كوسين أس 2 زائد سين أس 2 يساوي الواحد فسين أس 2 هي واحد ناقص 9 على 25 أي 3 على 5 أس 2 نجد أنه 16 على 25 خذ الجذر لل 16 على 25 نجد أنه 4 على 5 لكن بما أن السؤال ذكر لي أن الزاوية من 270 إلى 360 فتكون قيمتها سالب السين تكون سالب في الرابع الرابع الآن سين 2 ثيتة مثلا لو أردنا إيجاد سين 2 ثيتة هي 2 ضرب سين ثيتة ضرب كوسين الثيتة سين الثيتة لدي وكوسين الثيتة لدي عوض مباشرة وقم بحساب الناتج 2 ضرب سالب 4 على 5 ضرب 3 على 5 يساوي سالب 24 على 25 الآن مثلا كوسين 2 ثيتة كوسين 2 ثيتة لدينا عدد قوانين سأستخدم الأسهل بالنسبة لي كوسين أس 2 للثيتة ناقص سين أس 2 للثيتة أي الكوسين لديك وأيضا السين لديك فتصبح 9 على 25 ناقص 16 على 25 النتج يكون سالب 7 على 25 لدينا نصف الزوايا سين الثيتة على 2 طبعا هذا كله للسؤال الرابع سين الثيتة على 2 هي جذر 1 ناقص كوسين الثيتة على 2 1 ناقص كوسين الثيتة على 2 فأنا في البداية قمنا إيجاد إيجاد الكوسين والثين أي 1 ناقص وكوسين الثيتة هي 3 على 5 والكل على 2 هذا كله بالآلة الحاسبة لإيجاد الناتج أو القيمة العددية يساوي جذر 5 على 5 كوسين الثيتة على 2 لديك طريقتين لإيجاد كوسين الثيتة على 2 إما تطبيق القاعدة وهي الأسهل كوسين الثيتة على 2 يساوي 1 زائد كوسين الثيتة والكل على 2 1 أستبدأ العملية الطرح بعملية جمع هذه من القواعد التي شرحناها وأيضا قم بحسابها في الآلة الحاسبة لتتأكد من القيمة العددية هنا سأستبدأ فقط في الآلة الحاسبة عملية الطرح لن أعيد الكتابة عملية الطرح هنا تصبح عملية جمع نجد أنه 2 جذر 5 على 5 لكن من الممكن أن أقوم بإيجاد كوسين الثيتة بخطوة مختلفة قليلا وهي أيضا في ثغوص أنا أعلم أن سين الثيتة زائد أس 2 زائد كوسين الثيتة أس 2 يساوي 1 لكن أيضا سين الثيتة على 2 أس 2 زائد كوسين الثيتة على 2 أس 2 أيضا هي 1 ننضغل إلى هذه المتطابقات لدينا ثان الثيتة يساوي 1 ناقص كوسين الثيتة على سين الثيتة كوسين الثيتة يجب أن أحول جميع هذه المتطابقة إلى ثيتة واحدة كوسين الثيتة هي 1 ناقص 2 سين الثيتة وصين الثيتة هي 2 على سين الثيتة في كوسين الثيتة يبقى لديك بعد أن أحدف العدد 1 مع الواحد موجب 2 سين الثيتة أس 2 على 2 سين في كوسين أحدف الاثنان مع الاثنان والأس 2 احتفها كلها مع سين الثيتة يبقى لديك سين الثيتة على كوسين الثيتة وهي بالفعل تان الثيتة السؤال الثاني مثلا لديك ساين ثتا زاد كوساين ثتا والكل أس إثنان سأعمل على هذا الطرف طبعا هنا لدينا مربع مجموعة إذا كان لدينا A زاد B أس إثنان هي A أس إثنان زاد 2AB زاد B أس إثنان فهنا أطبق نفس القاعدة ساين أس إثنان زاد 2 في كوساين ضرب ساين طبعا ثتا زاد كوساين أس إثنان ساين أس إثنان زاد كوساين أس إثنان هي واحد ذكرناها عدة مرات يبقى لديك واحد زاد هذه القيمة 2 كوساين الثتا زاد ساين الثتا وهي بالفعل المتطابقة صحيحة وهي القسم الأيمن من هذه المتطابقة في هذه الأسئلة كما ذكرت في النهاية سأقوم بعرض جميع الإجابات لكن سأقوم بحل خطوة واحدة منها مثلا بالآلة الحاسبة أتأكد أو لاحظ كيف أستخدمها في البداية أقوم بإيجاد قيمة الزاوية عن طريق شفت ساين ثم أقوم بحساب كوساين ضرب هذه الزاوية كوساين 2 ضرب الأنسر يساوي سالب 161 على 225 هذه المتطابقة الأخيرة التي سأقوم بحلها سأبدأ بالجهة اليمنى سيك ثتا زاد ساين ثتا على سيك ثتا بما أن المقام هو حد واحد سيك ثتا فقط فأستطيع أن أقوم بتوزيع البسط على المقام أي يصبح لديك سيك ثتا على سيك ثتا زاد ساين ثتا على سيك ثتا دائما عندما يكون لديك مقام واحد تستطيع توزيع لأن المقامات هنا نفس الشيء سيك ثتا على سيك ثتا هي واحد لأن القيمة هي نفسها ساين ثتا على سيك ثتا ساين ثتا كما هي السيك ثتا تستطيع كتابته كوساين لماذا؟ لأن مقلوب السيك هي كوساين وهنا السيك تقع في المقام ليست سيك بالحقيقة هذه هي واحد على سيك السيك المكتوبة هنا هي واحد على سيك ثتا وهي كوساين ثتا فلذلك sin θ ضرب cos θ الآن لدينا أيضا سأقوم بشريح فكرة بسيطة sin 2 θ وهي sin ضعف الزاوية sin 2 θ هي 2 ضرب sin θ في cos θ أنا لدي في السؤال sin θ cos θ لكن ليست لدي الاثنان فاقسم على اثنان اليمين واليساء فيصبح لديك sin θ في cos θ يساوي نصف sin 2 θ فإذا بالفعل هذه استطيع استبدالها بنصف sin 2 θ وهذا هو المطلوب من هذا السؤال